العيش في هذا المكان أمر يفوق قدرة البشر على التحمل لكنه واقع مفروض على هؤلاء الذين يسكنون هذه الشلهات بحي الإخوة لعبه بميلة منذ أكثر من ثلاثين سنة تهدد مادة الأميونت حياتهم من جهة وخطر انهيار بيوتهم فوق رؤوسهم من جهة أخرى سنة وثلاثين سنة وأنا نسكن في هذا الدار كبرت أولادي هنا بكل مراض من هذه البراكة هذه بكل مرضنا لمرض بصدره لمرض بالكبداء لمرض بكامل كما أولادينا والله صح مراض الديارة أمطحوا بكل ديارة أميونت قاتل السنة لولاد بكل مراض أنا واحد منهم أني مريض بالكبداء وأني ندوي عليها سكان الحي يعكفون على دفع مستحقات الإيجار منذ 2014 كما استفادوا من إعانة الدولة والمقدرة بسبعين مليون سنتيم لإعادة بناء مساكنهم ومع ذلك لا يحق لهم الهدم أو البناء لأن وثائق شاليهاتهم لم تسوى بعد ولم يتحصلوا على عقود الملكية دوره ميسلوش عندي شهادة سبرياء كميقول شهادة سبرياء هذه كيس خلص يعطيها هذه طرحناها في الدولة 2014 وعودناها بالدومي الساز وعودناها بالدومي ديزويد يسلوكت من 1985 حتى 2018 لأفانتا ديسمبر 2018 وزادوا ضربوا أيامات وزادوا وبعتوا كل الكرام راحت للنوتير خدمت القرار بالهدم وديسوا البلدية وش قالوا لي في البلدية؟ قالوا لك حنا ما نعطرفوش بهذا كامل عندهم هذه المقررة وعندهم ليك أي تشارج قراراتها استفادة بـ 70 مليون بالصح ما كان ولو الساعة الحضرة ما كان ولو لا عقد لا بأس ابني لا ترخيص لا ولو معاناة لم تشفع لهم فيها شكواهم المتكررة المرفوعة إلى الجهات الوصية لإنقاذهم من خطر المادة المسرطنة حيث بات تدخل والي ميلا دروريا لمعاينة نقاط الضل في هذا الحي الواقع وسط المدينة ترجمة نانسي قنقر